بيبدأ الفيلم بكايل اللي بيشتغل سمصار بيع أنواع ندرة من الماس وبيكون في عربيته ووقتها بيكون بيكلم واحد من العمل بتوعه وبيحاول يقنعه بشرى ماسة ندرة لحد ما بيوصل لبيته وفي نفس الوقت بنته افري بتطلب من مومتها انها تسمح لها تحضر الحفلة اللي صحابها كلهم هيحضروها في بيت زميلهم جيك لكن أمها بترفض وبتقول لأفري انها عارفة ان كاندرا صاحبتها اللي هي مش بترتح لها هتكون في الحفلة علشان كده مش هتسمح لها تروح وبتقول لها ان هم هيتعشوا كلهم مع بعض النهاردة وما فيش خروج وهنا بيدخل كايل البيت وبيكون لسا بيكلم العميل بتاعه وبيشوف وليعة قريبة من باب البيت فبياخدها وبيحطها في جيبه ولما بيدخل البيت بيسمع خنائة مراته وبنته مع بعض ووقتها افري بتقوله انها عايزة تروح حفلة مع صحابها وامها رفضة فبيقول لها ان هدومها مش مناسبة انها تخرج بيها بغير ان الحفلة اكيد فيها ولاد اكبر منها في السن وعلشان كده امها معاها حق وما فيش خروج وهنا افري بتسيبهم وبتطلع لقضتها وبتقول لهم وهي طلعة انهم بيحاولوا يتحكموا في حياتها زيادة عن اللزوم وده مش صح وبعد كده بيدخل كايل لمكتبه وبيفتح الخزنة وبياخد منها ظرف ولما بيسمع مراته بتخبط على باب المكتب بيحط الظرف في الشنطة بتاعته وبيقول لها انه مشغول وبيطلوا منها تسيبوا يكمل شغله فبتسيبوا وبعدها بتخرج افري من قضتها وبتقفل الباب من برة وبتخرج من البيت وبتنط من الصور وبتكون صاحبتها كاندرا مستنيها بعربيتها جنب البيت فبتركب افري معاها وبيطلع بالعربية وبتسوق كاندرا بسرعة وبيفضلوا يتكلموا ويتحكوا مع بعض فما بتاخدش بالها عند منعطف قريب من بيت افري وبتتفادى الصدام العربية بعمود على الطريق قبل الاستضام بلحظات واللي بياخدها معاه لقوضة اللبس وهناك بيفتح الخزنة اللي بيكون فيها مبلغ كبير ومعاه مواد مخدرة فبياخد جيكي الحاجات دي وبيقول لأفري ان ابوه بيحتفظ باكتر من 100 الف دولار في البيت للطوارئ بعيد عن البنك وفي نفس الوقت بيستعد كايل علشان يروح يقابل واحد من العمل بتوعه ولما بيشوف سارة بيقول لها انها جميلة جدا وانه معظم الوقت ما بيبقاش معاها في البيت لانه بيشتغل علشان يأمن واستقبلها هي وإفري وبعدها بيقول لها انه لقى ولاعة واعقاب سجير جنب حمام السباحة فبترد سارة عليه بانها خايفة على إفري ولما بتحاول تقرب منه بيقول لها انه مش فاضي وعنده شغل وهنا بيسمع حد بيتكلم على المجيب الآلي فبيشوف على شاشة المرأبة اتنين من الشرطة وبيطلبوا منه ان هم يدخلوا يتكلموا معاه ولما بيسألهم عن السبب واحد منهم بيسأله انتو كانوا واحد في البيت فبيرد كايل عليه وبيقول له ان ما فيش حد في البيت غيره هو ومراته وبنته وهنا الزابط بيقول له ان حصل سريقات لبيوت كتير جنبهم فبيطلب كايل من سارة انها تجيب إفري من قوضتها ولما سارة بتطلع لقوضة إفري بتحاول تفتح الباب لكن الباب ما بيتفتحش فبتستخدم نسخة المفتاح اللي معاها وبتفتح القوضة ووقتها بتعرف ان بنتها خرجت من وراها وفي نفس الوقت وجونا اخوه وتاي وبيكونوا لابسين اقنع على وشهم وبيهاجموا كايل وهنا بيطلب كايل من سارة انها تهرب فبتجري للجراش وبتاخد عربية وبتحاول تهرب بيها لكن إلياس بيقف في طريقها وهو مواجه المسدس لراس كايل فبتوقف سارة العربية وهي منهارة وبعدها بنشوف إلياس وتاي وهم بيهددوا كايل وإسارة في البيت وإلياس بيقول لهم ان من اللحظة دي البيت بقى بيته هو وهو اللي هيحط القوانين اللي هم هيمشوا عليها وهنا جونا بيقول لإلياس ان إفري مش في البيت فبيسألهم إلياس عليها فبترد سارة وبتقوله انها ما تعرفش مكانها وهنا تاي بيقولهم انه قدامهم خمسين دقيقة علشان يخلصوا اللي جايين يعملوه يمشوا وبعدها إلياس بيطلب من كايل وسارة انهم يسلموهم التليفونات فبيطلع كايل تليفونه ووقتها واحد منهم بيكسروا وبعدها بيكسروا تليفون سارة ولما إلياس بيسأل كايل على الرقم السري لجهاز الإنذار كايل بيديله رقم غلط وهنا إلياس بيطلب من كايل يديله الرقم التاني الخاص بالطوارئ وبيقوله انهم عارفين ان فيه رقمين لجهاز الإنذار وانهم عارفين حاجات كتير عنه هو وعيلته وبعدها بيطلب تاي من بيته لانها تستنى إفري ولما توصل تجبها لهم وبعدها بيبعد إلياس الصورة عن الخزنة المسبتة في الحيطة وهنا تاي بيقوله انه فضله عشر دقايق وبعدها إلياس بيهدد كايل وبيطلب منه يفتح الخزنة وبيقوله انه اكيد مأمن على اللي جواها ولما يسرقوه هيقدر ياخد التأمين عادي وبكده كلهم هيطلعوا كسبانين وبيطلب منه يفتح الخزنة لكن كايل بيرفض وهنا إلياس و تاي بيهددوه بقتل سارة فبيسألهم انتوا متوقعين تلاقوا ايه جوا الخزنة فجونة بيقوله انهم شافوه اكتر من مرة وهو بيبيع ألماس فبيقولهم ان الألماس ما بيتبعش بالساهل لان كل حجر ألماس لازم يكون معايا ورق إثبات ملكية علشان يتباع وإلا هيتقبض عليهم وهما بيبيعوه وبيعرض كايل على إلياس انه يبيع له هو ألماس ويديله ثمنه فبيقرب جونة من كايل وبيقوله يعني احنا هنسرق منك الماس بتاعك وانت لها تبعه لنا انت مجنون وبيفتكر جونة لما كان بيرائب كايل وشافه هو بيستلم شنطة فيها فلوس من واحد من العمل بتوعه ووقتها بيقول لأخوه انه شاف كايل وهو بياخد شنطة فيها مبلغ كبير فكده احنا نسرق الفلوس ونسيب له الألماس وهنا سارة بتقدر تتعرف على جونة وفي اللحظة دي بنرجع للماضي وبنشوف جونة وهو بيشتغل في البيت عند عيلة ميلر في صيانة كاميرات المرأبة وجهاز الإنذار وبعد كده بنرجع تاني للحاضر ووقتها إلياس بيقول لكايل انه بيرفض العرض بتاعه فكايل بيقوله أنا لو فتحت لك الخزنة هتقتلنا وهنا إلياس بيهدد سارة بالسلاح وبيقول لكايل انه هيقتلها فكايل بيقوله انه لو سابها تمشي هيفتح له الخزنة وبيقوله انه في مليون دولار في الخزنة هيكونوا من نصيبه بس لو سابها تمشي وهنا جونة بينادي إلياس باسمه وبيطلب منه ما يصدقهوش فكايل بيقول لإلياس المفروض محدش من رجالتك يناديك باسمك علشان ما تتكشفش والمفروض انك تسيطر على رجالتك وفي اللحظة دي بيطلع إلياس حقنة وبيقول لكايل ان فيها مادة الساكسينول كولين واللي بتتسبب في شلل الخلايا العصابية وان الكمية الموجودة في الحقنة ممكن تقتل اي حد يتحقن بيها وبيطلب منه يفتح الخزنة وبيقوله انه مش هيكتفهم بالحبال لكن بعد ما ياخدوا الفلوس اللي في الخزنة هيحقنه هو ومراته وبنته بيها فهيحسوا بشلل مؤقت لحد ما هم يهربوا بالفلوس ويوصلوا للمكسيك ولما كايل بيرفض انه يفتح له الخزنة إلياس بيقوله انه مش هيقدر يسيطر على تاي كتير وهنا تاي بيقولهم ان الوقت خلص وبيهاجم سارة ولما بيحاول كايل يساعدها تاي بيوقعه على الارض فالنظارة بتقع منه وما بيبقاش شايف حاجة وبعدها جونة بيهاجم تاي فأخو بيمنعه فبيقول جونة لأخوه انه وعده انه محدش هيئذي سارة فبيطلب كايل منه انه يروح ياخد الأدوية بتاعته وهو هينفذ اللي وعده بيه وهنا بيخرج جونة من المكتب وهو متنرفز وبيرجع بالزمن علشان يفتكر نظراته ومعاملة سارة ليه اللي خليته يحس بالإعجاب ناحيتها وبعدها بيفتكر لما سمعه وهي بتكلم جزها ومن ردودها عليه عارف انه كان متنرفز عليها في التريفون ولما بتنهي الاتصال معاه بتعيط ووقتها جونة بيسألها اذا كانت محتاجة حاجة فبتقوله لأ فبيسألها اذا كانت هي لصممة البيت فبتقوله أيوة فبيعرفها انها مهندسة شطرة فبتبتسم ليه وبتشكره ومن بعدها وبتدى يعجب بيها اكتر وفضلي رائبها وهي قاعدة في البيت لوحدها وبنرجع تاني للحاضر علشان نشوف إلياس وهو بيطلب من سارة انها تحضر له الاكل وبعدها بيقرب منها وبيقول لها انه عارف ان فيه علاقة بينها وبين اخوه وانهم هيسرقوا بيتها النهاردة بسبب العلاقة دي وهنا بتقدر سارة انها تاخد الحقنة من جيبه من غير ما يحس وفي نفس الوقت تاي بيهدد كايلو وبيقوله انه هيفتح الخزنة غصبا عنه وهيستخدم بصمة صباعه علشان يفتحها وهو اللي هيختار اذا كان صباعه وقتها هيكون متصل بأيديه ولا مقطوع لانه بيحب يجمع اجزاء من ضحاياه وبعدها بيدرابه وبيوقعه على الارض فبتجري سارة عليه وبتطلب من تاي يبعد عن جزهة وفي نفس الوقت بتوصل ايفري للبيت وبتنط من فوق الصور وبتدخل من الباب الخلفي للبيت وبتطلع للدور اللي فوق علشان تدخل قضتها لكنها بتسمع صوت الحرمية وهما بيهددوا ابوها وامها فبتنادي على امها فبيكلمها كايلو وبيقولها هرابي فبتحاول انها تهرب لكن جونا وبيتل بيتردوها وبيقدر جونا يمسكها وبيوديها جنب امها وابوها في المكتب وبيقول الياس لكايل انه حاسس به لانه هو كمان عنده عيلة وابوه كان دايما بيدرب امه لحد ما جالها فشل كلاوي وهي دلوقتي محتاجة لزرع كلا علشان كده هو عايز الفلوس اللي في الخزنة وهنا بتطلع سارة الحقنة وبتحطها في رقبة الياس وبتهددهم انها هتقتله فكلهم بيتوتروا وبيرفعوا السلاح عليها فبتقولهم انهم لو ما سابوش بنتها تهرب هتقتله فبيحط تاي ساعته في جيب ايفري بعد ما ظبط المنابه على خمس دقايق وبيقول لها هرابي وبعدها بيقول لسارة خلي جوزك يفتح الخزنة وإلا هخرج وراها فبتطلب من كايل انه يفتح الخزنة فبيفتحها بس بيتفاجئ كلهم ان الخزنة فاضية فبيتنرفس جونة على كايل وبيقوله فين الفلوس وإلياس ديطلب من كايل يحط ايده على الحيطة وبعدها بيدربه على ايده بعنف وبيقوله انت كدبت علي تاني وده مش هيعدي بالسهل وهنا كايل بيقول لإلياس انه ما عندوش فلوس وان كل فلوسه حطاه في البيت ده لكن جونة بيقول لاخوه إلياس ان كايل كذاب وانه شايفه بعينه وهو معاه شنطة مليانة فلوس وهنا بيكرر إلياس سؤاله لكايل عن الفلوس فكايل بيقول لإلياس ان البيت مرهون وبعدها بيوجه كايل كلامه لسارة وبيقول لها انه اضطرد من الشغل لانهم لقوا واحد هيقبض مرتب اقل منه وعلشان كده حط كل الفلوس اللي بقيا معاه في البيت ده علشان يكون استثمر ليهم وبعد كده بنشوف إفري وهي بتجري وبتتفاجئ لما المنبه اللي في الساعة بيرن وهنا بيقرب تاي منها وبعد كده جونة بيفتح شنطة كايل فما بيلاقوش فيها إلا أوراق ولما إلياس بيطلب من كايل يقراله الأوراق بيقوله انه مش هيعرف يقرأ من غير ندارته فبيطلع إلياس الندارة من جيبه وبيدهاله وبعد كده كايل بيقرأ لإلياس الأوراق واللي بتكون كلها صور من عقود ملكية الألماس باعه وهنا تاي بيدخل بإفري ووقتها إلياس بيهدد كايل انه لو ما قالش على مكان الفلوس هياخد كيلية إفري فبيقوله كايل سبها واخد كليتي أنا وفي اللحظة دي إلياس بيجبر كايل ينام على ترابيزة خشب وبيطلع خنجر وبيقربه من جسمه وبعد كده بيرفع إيده بالخنجر وبينزل بيه جنب كايل وبيغرسه في الترابيزة وبيقول لكايل انه كان بيجدب عليه وامه ماتت بسبب الشرب من فترة مش عشان كانت مريضة ولا حاجة وهنا بيجي اتصال لتاي من الزعيم اللي بيسأله إذا كانت كل حاجة تمام ولا لأ فتاي بيقوله ان إجابة السؤال ده عند إلياس ووقتها إلياس بيقوله ان كل حاجة تحت السيطرة وبعد المكلمة بيقول تاي لإلياس انه قدامه ساعة وهنا بيتل بتتنرفز عليهم وبتقولهم ان كايل غني وبيجدب عليهم وبتسيبهم وبتخرج من المكتب فبيحاول كايل انه هو يخرج الخنجر لكن تاي بيسبقه وبيشيله من الترابيزة وبعد كده بيطلب من إلياس انه يسيطر على حبيبته فبيروح لها قد اتنهم سارة وبيطلب منها تهدأ وفي اللحظة دي بيشوف صورة لسارة وهي لابس عقدة ألماس فبياخد الصورة وبينزلهم وبيسألهم على مكان العقد وبعد كده بنشوف سارة وهي بتسلم إلياس العقد وبتطلب منه انه هو يحرر عيلتها زي ما اتفق معاها لكنه بيرفض وهنا تاي بيطلب من بيتل انها ترجع سارة للمكتب وفي نفس الوقت بيكون جونا رابط ايد كايل وإفري باللزق وبعد كده بيطلب كايل من إفري بصوت واطي انها تخرج الولاعة من جيبه وتحطها له في ايده فبتعمل اللي ابوها قالها عليه سبيحاول انه هو يقطع اللزق بالنار اللي خرجه من الولاعة ولما جونا بيسمع بيتل وهي بتهدد سارة بالسلاح بيبعد سارة عن بيتل ووقتها سارة بتترجى جونا علشان يسيب عيلتها فجونا بيوعدها انه مش هيئذيها وهيحميهم وفي نفس الوقت بيكون كايل شايفهم من وراء باب المكتب الإزاز وسامع اللي جونا بيقوله لسارة وهنا بيوصل إلياس وبيطلب من جونا ان هو يروح يجب لهم تسجيلات شريط المرأبة لحد ما هو يخلص عليهم فبيتنرفز عليه وبيقوله محدش يلمي سارة ولا بنتها وبعدها بيتل بتاخد إفري بعيد عن أبوها وأمها أما إلياس فبيوري كايل العقد وبعد كده بيقوله انه هياخد العقد الألماس وهيقتله هو وامراته وبنته وهنا كايل بيقوله ان العقد اللي معاه مزيف وانه باع العقد الألماس واشترى عقد إزاز نسخة طبق الأصل منه وحطه مكان العقد الألماس لأنه كان محتاج فلوس وبيقوله لو عايز تتأكد حاول تكسره وبيفكره ان الألماس ما بيتكسرش لكن الإزاز بيتكسر وهنا بيحاول إلياس يكسر العقد فبيتكسر بسهولة فبيرمي العقد المزيف وبيقوله ان صبره قرى بيخلص وبعدها بيقول لكايل ان اخوه على علاقة غرامية بسارة وده اللي خلاهم يقتحموا بيته علشان يسرقوه وهنا سارة بتحاول تفاهم جزها ان ما فيش حاجة بينها وبين جونا وبتقوله انها بتحبه هو فبيقولها ان كل ده ما بقاش مهم وبعد كده افري بتخبط راس بيتل في المراية فبتدرب بيتل نار عليها لكن الرصاصة ما بتجيش فيها وفي نفس الوقت بيرمي كايل كورسي على ازاز البيت فالازاز بيتكسر وجرس الانذار بيشتغل وصارة بتهرب واثناء كده بيدخل كايل في قتال شارس مع تاي وبيقدر ان هو يحقنه بالحقنة اللي كانت مع الياس فحركة تاي بتتشل وبيفقد وعيه فبياخد كايل بندقيته وبيخرج من المكتب ولما موظفة شركة الامن بتتصل على تليفون البيت بيرد عليها جونا وبيقولهم انهم شغلوا الانذار بالغلط لكن الموظفة بتصمم انها تكلم حد من افراد عائلة ميلر الثلاثة فبيطلب منها تستنى على الخط وفي نفس الوقت بتكون افري دخلت تستخبف بيت الضيوف الخشب اللي لسه تحت الانشاء في جنينة البيت فبتدخل بيتل وراها وبتهددها بالسلاح وهنا بيوصل كايل وبيهدد بيتل بالسلاح وفي اللحظة دي بيوصل جونا وبيطلب من كايل ان هو ينزل سلاحه فبينفس كايل اللي جونا طلبوا منه وفي نفس الوقت الياس بيمسك سارة وبعد كده بنشوف افري وهي بترد على موظفة الامن وبتقدر تقنعها ان هي واصحابها عاملين حفلة والانذار اشتغل بالغلط وبتترجيها ما تبلغش الشرطة علشان عيلتها ما يعرفوش انها كانت عاملة حفلة في البيت من وراهم فالموظفة بتوافق وبعد كده الياس بيدرب طلقة على رجل كايل فصارة وإفري بيصرخوا وبعدها الياس بيرجع بالزمن وبيحكي لكايل ان هو كان شغال في بيع كميات صغيرة من المخدرات للمدمنين وفي المرة الاخيرة خد مخدرات من زعيم عصابة كبير امتها 180 ألف دولار لكنهم اتسرقوا منه وبقى مديون بتمن المخدرات دي للزعيم فقرروا ان هما يسرقوا ويرجعوا الفلوس للزعيم وبعدها بنرجع للحاضر وبنشوف الياس وهو بيقول لكايل ان ده الحل الوحيد قدامه علشان الزعيم ما يقتلوش وهنا بيجي اتصال من زعيم العصابة على تليفون تاي فبيرد الياس عليه وبيقوله ان تاي بعيد عن التليفون وبيقوله ان كل حاجة تمام وبينهي الاتصال معاه وبعدها بينزل ضرب في كايل وهنا سارة بتحاول تدفع عن جزها فالياس بيدربها فجونة بيدفع عن سارة وبيدرب اخوه وفي اللحظة دي موظف من شركة الامن بيرند الجرس فبيشوفوا الياس على كاميرات المرأبة وبيكلموا على انه كايل وبيسألوا جاي في الوقت ده ليه فبيقولوا ان في انزار صدر من عندهم وعلى حسب بروتوكول الشركة لازم يقابلوا هو شخصيا يا اما هيتصل بالبوليس فبيطلع له الياس وبيتظهر ان هو كايل لكن جونة بيدرم موظف شركة الحراسة بالنار وبيخلص عليه وبعد كده بيكلم الشركة في الاسلكي على انه الموظف اللي قتله وبيبلغ الشركة ان كل حاجة تمام وفي نفس الوقت بيتنرفز الياس على كايل وبيوجه ناحيته السلاح علشان يقتله فايفري بتقلم منه ما يقتلش ابوها وبتقوله ان فيه واحد زملها خزنته فيها مبلغ كبير وبيته بيبعد عن هنا 20 دقيقة بس وهي ممكن تروح معايهم توريلهم مكان الخزنة فبيطلب الياس من بيتل انها تروح معايها وبعد كده بتركب بيتل العربية مع ايفري اللي بتسوق بسرعة واللي ما بتوصل عند العمود اللي على الطريق بتفك حزام الامان بتاع بيتل وافري بتخبط بالعربية في العمود اللي على الطريق وبعد كده بتاخد مسدس بيتل وبترجع للبيت وفي نفس الوقت جونة بيقول لسارة انه هياخد باله منها هي وبنتها مش زي جزها اللي ما كانش مهتم بيها وهنا كايل بيقوله انه معاي حق وبيتهم سارة بانها مخططة لكل اللي بيحصل مع الحرامية وهنا بنرجع بالزمن علشان نشوف سارة وهي في البيت لوحدها ووقتها اكتشفت ان جونة نزل حمام السباحة فطلبت منه يخرج من بيتها ولما حاول بعد كده انه يقرب منها قالت له انها بتحب جزها وطلبت منه يخرج من البيت وإلا هتتصل بشركته فبيسيبها ويخرج وبنرجع تاني للوقت الحاضر وبنشوف كايل وهو بيسأل جونة اذا كان بيحب سارة فبيرد عليه وبيقوله انه بيحبها وهي كمان بتحبه وبيطلب منه ياخد سارة ويهرب وفي الاول سارة ما بتبقاش موافقة لكن لما كايل بيقول لها لو كنت بتحبيني اهربي مع جونة فبتوافق وبتخرج مع جونة من المكتب وفي اللحظة دي تاي بيستعيد وعيه وبيهاجم سارة وهنا جونة بيهاجم تاي وبيحاول يقتله فالياس بيدافع عن اخوه ان اخوه هو اللي اتفق معاهم يسرقوا منه المخدرات وخد منهم 10.000 دولار وبيقوله ان جونة عمل كده عشان يخليك مضطر انك تسرق معانا بيت سارة وبعد كده هو ياخدها ويهرب وبعدها تاي بيموت ووقتها جونة بيقول لاخوه ما تصدقهوش وفي اللحظة دي بيكتشف الياس ان سارة وكايل هربوا وبنشوف سارة وهي سندة كايل جوا بيت الضيوف الخشب وهنا بيوصل الياس وبيليف كيس بلاستيك على رأس سارة ولما كايل بيحاول يدافع عنها بيدربوا الياس بالنار فالرقصاصة بتيجي في جنبه وهنا بيوصل جونة وبتطلب من اخوه يسيب سارة وبعدها بيجري ناحية الياس فبيقع على حيطة خشب فبتتكسر والفلوس اللي كايل مخبيها وراء الحيطة بتقع على الارض وهنا الياس بيرفع مسدسه على كايل علشان يقتله وفي اللحظة دي بتوصل افري وبترفع المسدس اللي معها على الياس وبتطلب منه يسيب المسدس فبيسألها على بيتل ولما ما بتردش عليه بيقولها انه هيقتل امها وهنا اخوه بيدربوا بالنار فبيقع ميت وبعدها جونة بيقول لكايل انه كان خايف على الفلوس وما كانش خايف على عيلته فبيقوله ان الفلوس دي تمن العقد الالماس اللي بايعه وانه كان محتافظ بيهم هنا بعيد عن البنك علشان يأمن بيهم مستقبل عيلته ولو كانت ديهم الفلوس كانوا كده كده هيقتلوهم فبيطلب جونة من سارة انها تشوف حاجة علشان يشيل فيها الفلوس وفي اللحظة دي بيشوف كايل البنزين بيقع من البرميل اللي على الارض فبيقول لسارة هربي وبعد كده بيطلع الولاعة وبيولع في البنزين ده فبتاخد سارة بنتها وبتهرب وبعدها كايل بيسبت رجلي جونة في الارض بمسدس المسامير وبيقول له ما تقربش تاني من عائلتي وبيقع على الارض فبيرفع جونة مسدسه ناحية كايل وهنا بتقف سارة قدامه وبتطلب منه يديها السلاح فبيقول لها انه كان عارف انها هترجع له وبعدها بيشدها ناحيته وبيقول لها لو مش هنعيش مع بعض يبقى لازم نموت مع بعض وهنا بيدربه كايل طلقة بتيجي فرقابته فبيقع وسط النار وبيتحرق وصارة بتسنت كايل لحد ما بيخرجه من البيت الخشب وبعدها بنتهم بتجري عليهم ووقتها بيسمعوا من بعيد صوت عربيات الشرطة والإسعاف وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة لو عجبك الملخص متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك ولو بتحب الملخصات الكوميدية تابعوني على قناة وصفحة مروى القضي